أخواني يتقاسمان نفس الأوجاع والآلام كتبت عليهما في عمر صغير فأصبحت جل أمانيهما الحصول على قطرة دم لنتابع مشاهدين قصة إيمان وزيان من ولاية شلف إيمان شابة في السابعة والعشرين من عمرها تصارع مرض فقر الدم الحاد منذ ولادتها مرض الدم هذا يسمى مرض مزمن يعني هو من الولادة وهو بيطة طلاسيمة فقر الدم الحاد يعني ليس له علاج وإنما هو دائما تكون متابعة طبية يعني بعدما الدم ينقص من الإنسان يعود يسترجع الكمية التي نقصت منه دريت بزاف رسطر نتمنى من أي إنسان قادر ما يعطيني شدراه ما نساقش شدراه يديني دويني برك ينقصني غسطر برك وجزاءه عند ربي سبحان هذه اللي متمنيتها أي محسن رئيس الجمهورية وما زاد من حجم المعاناة تعرضها لكسر في العظام جعلها طريحة الفراش منذ أربع سنوات لم يتوقف الأمر عندها بل شقيقها الأصغر زيان هو أيضا لم ينجو من هذا المرض على كل حال من الولادة تح إلا يومنا هذا وهي تزيد الدم وزاد خوها زيان اللي هو أمامكم اللي هنا ثاني كذلك نفس المرض لأنه لعندي طفل وطفل هم اللي رهم فيه يعني مصابين بهذا الأمر وهذا حاجة عرب بسبحانه وحنا شارعنا نطلبه من نطلبه حاجة حنا ينقلهم ويدوهم إلى الخارج عائلة حبيب توجه نداءا للسلطات العليا بالبلاد وكل القلوب الرحيمة لمساعدتها لإنقاذ ابنيهما من الموت شكرا